لماذا يحتاج جسمك للنوم؟ لأنه أثناء النوم يغسل الدماغ نفسه من مخلفات الأيض المتراكمة ويصلح الجسم ما تلف من أنثجة الأعضاء في اليوم السابق ويعكس أعراض الإجهاد ويهيئ الغدد لإفراز هرمونات اليوم التالي سهر الليل يعيق هذه العملية ويعرقل ساعة الجسم البيولوجية وأصبحت هذه الظاهرة شائعة جدا منذ أن بدأنا نعمل عن بعد من المنزل وتتكرر هذه الظاهرة خاصة في شهر رمضان لذلك قررت احتواها الموضوع بهذه الحلقة السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة ماذا يحصل لجسمك عندما تسهر في الليل؟ لذلك تابع معنا إلى النهاية وإذا انت جديد معنا اشترك بقناة سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبية وتحسين نمط حياتك باستمرار وأعطيها الفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى إذا تأملت في أسرار النوم ستجد أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى فيقول جل علاثي سورة الروم ومن آياته منامكم بالليل مشكلة سهر الليل أن أعراضه متراكمة ويصعب تشخيصها ويتم درجها تحت أمراض أخرى بشكل خاطئ فلو تأخرت بالنوم يوم واحد ستشعر كأنك لم تنم لشهر وإذا استمريت على هذا المنوال فسوف تبدأ بصعود سلم الأمراض وبخطة ثابتة وأول هذه الأمراض المشهور والغني عن التعريف هو مرض السكري والسمنة حتى لو عوّطت بدوم النهار واتبعت نظام غذائي صحي فأنت ما تزال بخطر حقيقي فبدلا من انخفاض الحرق أو التمثيل الغذائي ليرتاح الجسم بالليل بالعكس يرتفع ويرفع معه سكر الدم في الوقت الذي يتوقع فيه الجسم أن ينخفض وبالتالي إنهاك البنكرياس وعدم توازن إنتاج الإنسولين وارتفاع سكر الدم بشكل تلقائي يعني زيادة الوزن والسمنة لأن السكر كما يغذي الدماغ والعضلات فهو أيضا يغذي الخلايا الدهنية ويزيد من الطين بلّة إفراز هرمون الكورتزول وهو ثاني أهم هرمون بالجسم بعد الإنسولين ويجب أن تحسب له ألف حساب لأنه هرمون الإجهاد وسهر الليل هو نوع من أنواع الإجهاد للجسم ومن بعض أعراضه ارتفاع ضغط الدم والجلطات والقلون العصبي وعدم انتظام الدورة وضمور الثدي للنساء وانخفاض الخصوبة عند الرجال ولكي تعالج اضطراب سهر ليلة يوم واحد يجب أن تنام بانتظام تسعة ليالي متتالية وأبحاث حديثة استنتجت أن سهر خمسين ليلة في السنة يزيد من خطر إصابة الدماغ بأمراض عصبية لأكثر من الضعف ويزيد الوزن من أربعة إلى ستة كيلو وهذه أرقام مخيفة إذا وضعنا بعين الاعتبار أن الشخص يسهر ثلاثين يوم في رمضان هذا بالنسبة لسهر الليل الآن لنشوف مشاكل نوم النهار الدراسات تؤكد بأن النوم في النهار لأكثر من عشرين دقيقة وهي مدة القيلولة المسموحة أكثر من عشرين دقيقة ينخفض الحرق أو التمثيل الغذائي في الوقت الذي يتوقع فيه الجسم أن يرتفع فتتراكم سوائل الجسم في الأطراف ويضع عبء على القلب ويرفع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول وبالتالي يرتفع ضغط الدم هذا ليس كل شيء إرباك الساعة البيولوجية بنوم النهار يسبب انخفاض مستويات هرمون الميلاتونين الذي يرتفع إفرازه بشكل خاص في الليل في الظلام وأثناء النوم وبذلك لن تنام بعمق ولن ترتاح بما فيه الكفاية وتعرق الجسمك عن إصلاح نفسه وسوف تعاني من حرمان النوم طويل المدى حرفيا كأنك تحاول تعذيب جسمك أو الانتقام منه وأبحاث حديثة تربط تراكم تأثيرات نوم النهار بالإمساك والكآبة ونقص فيتامين دال وارتفاع مستوى السرطان مثل سرطان الثدي القولون والبروستات وعلاج كل هذا هو مجرد الخلود للنوم من بعد الساعة العاشرة ليلا والأهم من ذلك تعويض الأطفال على ذلك منذ الصغر لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك ما هو برنامجك اليومي في رمضان رح تابع إجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام وإذا بتحب دعم القناة ماديا فهو صدقة جارية وبميزان حسناتك الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر